مرحو، مربي بس عندك في البيت أو حابب تربي بس عندك في البيت وخايف من كلام الناس عن انها بتسبب عقم وهي الأشياء هل هاي المعلومات صحيحة؟ وهل ممكن تأثر على تسبب عقم عند الرجال والنساء؟ ولا لا رح نعرف من خلال هذا الفيديو بس كلا عادي بذكركم نعمل لايك للفيديو ونشترك في اليوتيوب عشان في فيديوهات كثيرة جايي لازم تشوفوها الطفيليات كائنات حية بدائية بتشبه بشكل كبير صاحبك اللي بس يطلب وجبة بيحكي لك مشجعان وأول ما توصل بيخلص لك نصها الطفيل كائن صلبجي قاعد جوادك وبوكل أكلاتك ده القطط سببه واحد من هاي الطفيليات اسمها توكسوبلازما جوندياي وبسبب مرض اسمه ده القطط أو ده المقوسات لأنه هو شكل الطفيل زي القوس المرض هذا بيحكوا يعني الدراسات انه تقريبا ثلث سكان العالم انصاب بهذا الطفيل أو مصابين بس ما بيعرفوا لأنه الطفيل ممكن جسمك يقاموا بسهولة بصير عندك أعراض زي أعراض الإنفلونزا مثلا الحرارة والتعب بس انت عادي بتتشافى منه الخطر لما يصيب ناس عندهم ضعف بالمناعة أو جهازهم المناعي مش كثير قوي ممكن يصيب لدماغ ويسبب أمراض عصبية وممكن يسبب وفا طب احنا ليش دائما بنربط موضوع ده القطط بالحوامل لأنه الخطر الاكبر لما بنحكي عن واحدة حامل انه شو ممكن يصير في الجنين إذا هي حامل حيصير عندها نفس الأعراض اللي بتصير معايا واحدة مثلا صابتها في الونزا بس الخطر انه هذا الطفيل بنتقل عن طريق المشيمة للجنين وهذا الجنين إذا وصله الطفيل راح يسبب عنده مشاكل مثلا مشاكل عصبية ممكن يصير في عنده استسقاء في الدماغ أو حجم الرأس يكون أصغر من الواحد اللي مش مصاب كمان ممكن إذا صاب شبكية العين حيسبب عمى وإذا مسببش أصلا وفا فحي ممكن يصير في وفا للجنين وبس تولد يكون الطفل المتوفي أو صير عملية اسقاط ومسمى ده القطط أجل لأنه أول حالات اكتشفت كانت جاية عن طريق القطط بس لكن هاي التسمية ممكن بتخلينا من انتبهش للمصادر الثانية اللي ممكن تعدينا بهذا الطفيل هي مثلا اللحوم ممكن تصل ممكن تنعدي عن طريق اللحوم المش مطبوخة منيحة أو اللحوم النيحي يعني مثلا قطعت اللحمة واستخدمت نفس اللوح التقطيع مثلا للخضار او لمسته في ايدك وما مغسلتيش بعدين اكلت اي اشي فانتقلت هاي اليك يعني مش بس انك انت يكون في عندك بسة بالبيت ممكن عن طريق الخضار اللي صار اللي موجود عليها هذا الطفيل او ممكن اي اشي انت عملتي وما غسلتش ايدك كان موجود عليه هذا الطفيل فممكن ينتقلك العدوى مش شرط ان يكون في عندك بسة عشان تنعدي بداية القطط فهي الشغلة كثير مهمة يعني احنا متهمين القطط على انهم السبب الرئيسي بس في اسباب ثانية وهي ممكن تنقلك العدوى هل ممكن يأثر على العقم او يسبب عقم او يأخر عملية الحمل الدراسات اللي بتثبت او بتنفي هذا الموضوع مش كثير كبيرة يعني لسه في خلاف في بعض الدراسات بتحكي انه ممكن يسبب تأخر حمل عند النساء وكمان عند الرجال بس الدراسات الثانية بتحكي لا ما فيش فرق على البشر عند الرجال تقريبا الى الان ما في دراسات بتثبت انه بسبب خلل لكن عند الفئران في دراسات شافوا انه بيأثر على انتاج الحيوانات المنوية على حركتها وعلى كفائتها عند البشر لسه ما فيه بالنسبة للنساء في دراسات بتحكي انه بزيد من بطنت الرحم الهاجرة وكمان بزيد مثلا من امراض المبايذ وبيعمل خلل في الهرمونات لكن زي ما حكيت الدراسات متناقضة في دراسات بتحكي فيه تأثير في دراسات بتحكي ما فيه تأثير اخر دراسة بتشفتها كانت على اغلب 2016 اذا انا متذكر مظبوط شافوا ما فيه خلل يعني ما فيه فرق مقارنوا ما بين النساء اللي ما عندهم سبب واضح لتأخر الحمل وشافوا مقارنة مع النساء الحوامل فشافوا انه ما فيه فرق بناتهم بهذا الطفيل نسبة الاصابة بالطفيل كانت واحدة وبالتالي كانت نتيجة البحث بتحكي انه ما فيه فرق يعني اذا كانت واحدة مصابة هذا الاشي ما بزيد فرصة تأخر الحمل عندها فهل بالنهاية انا بنصح انه تربي بيسة في البيت ولا لا؟ الموضوع برجعلكم بس لازم يكون فيه يعني انتباه اكبر انه لما بتعملوا تنظيف على البيسة لانه الانتقال ما بيجي من نفس البيسة ولا لعبت مع البيسة هيجي لك بيجيكم لما بتنظفوا على القطط لانه بنتقل عن طريق براز القطة فاذا انتو نظفتوا على البيسة البسة غلاوز عقموا ايديكو بعدها غسلوا المكان مني عشان ما ينتقل اما ما بنتقل عشانك انت لعبت مع البيسة فالموضوع مش كثير خطير اذا انتو عاملين عليه كنترول واذا واحدة حامل تحاول تتجنب يعني مش هي اللي تروح تنظف على البسة يتلاقي اي حدا ثاني هو اللي ينظف وعادي تكون البسة موجودة عنده في البيت وهي حامل طالما هي ماخذة الاحتياطات وبدي غسل ايدها منيح قبل مثلا متاكل وكل هاي الاشياء بالنهاية برجع لكم ورغباتكم بركز كمان انو دا القطط مش بس بجينا من القطط ممكن بيجي من اشياء ثانية فلازم ننتبه على تغسيل الادين في كل مرة بنا ناكل او بنا نعمل اي اشي مش بس انو لازم يكون في عنا بسة عشان ننصاب بداء القطط وهيك خلصنا للمعنى ومتى اليوم ومتى نعمل فيديوهات جاي سلام